السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حارة التقص بإذن الله سوف نقدم لكم آخر توقعات ابتداء من زوال يوم والأيام القادمة بإذن الله فأولا أخي اختداء كنت تشاهدوا القناة لأول مرة فلا تنسوا الاشتراك في القناة والتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديواتنا ونشراتنا بإذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا فتوقعوا بإذن الله بعد زوال اليوم لأن تكون أجوة صفية إلى قيدة τη ساتة فيما تقدم أمطار الخير سوف نقدم لكم مناطق المعني إن شاء الله بالنسبة اليوم الثلاثة فيتوقع أن تكون تساقطات المطرية على تتور مأصيلة والعرائي الشفشان مستدعا للأيام أما بالنسبة اليوم الأربعة فيتوقع بإذن الله استمره بعد تساقطات المطرية مع تساقطات تلجها فوق مرتفعات الأطلس على المناطق التالية كذلك إن شاء الله الأمطار حاضرة على مرتفعات الأطلس وكذلك سكولمداز وإفران ومكناس الخميسات فاس وتهلأ وبإذن الله والماس وخنيف رواض زم وخري بقى ربما ألقى رواصطات وكذلك سدي ابو عثمان وأمطار ضعيفة نسبيا كذلك أما في أقصى شمال المملكة بالنسبة ليوم الخميس فستكون أجواء نسبيا الممطرة بإذن الله مع تكوير منخفة جوي أطلس يسير أدي إلى بعض تساقطات المطارية على سبت وطنجرة في نيدق المضيق أصيلة والعراء إشلال لاميمونة وكذلك إساق انتونات قرية بو محمد وسدي علال التازي والرباط وفاس والتهلأ وتازة وكذلك أجرسيف وعاطف وتوريث وبركان ووجده والناظور بالنسبة كذلك لمرسفعات الريف ستكون بعد تساقطات المطارية بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع بإذن الله يستمر أمطار خرع الجهاز الشرقية على وجده والناظور وتازة أمطار نسبيا متفرقة مع احتمال تساقطات التولوج كذلك أمطار حاضرة على الرباط والرماني والمسر الخميسات مكناسة القارة برشيد داربيضاء والجديدة وسط تولاد فرج والولدية بالنسبة للباقاء الماضي وخرصتك الأجواء نسبة صافية إلى قائلة السحب بالنسبة اليوم الجمعة بإذن الله فيتوقع أن تستقر الأجواء